تقنيات الحديثة وأثرها السلبي على المجتمع عنوان محاضرة نظمها القسم الاجتماعي بهيئة علماء المسلمين لتسليط الضوء على اختراقات وسائل التقنيات الحديثة ومدى خطورتها وتدميرها للمجتمعات نلتقي في هذه المحاضرة التي يقيمها القسم الاجتماعي في هيئة علماء المسلمين في العراق والتي تحمل عنوان التقنيات الحديثة وأثرها السلبي على المجتمع ويهدف القسم من خلال هذه المحاضرات إلى تنقية المجتمعات من كل ما من شأنه أن يحرفها عن المسار الصحيح حيث إن المجتمعات عموما في هذا الوقت بحاجة إلى مزيد من الوعي والإدراك وتحدث الدكتور حسن لمبيضين مدير الدراسات في المنتدى العالمي للوسطية في محاضرته عن مكمن الخطورة في مصادر المعلومة فهي ليست مصادر نقية كأن تكون سياسية مغرضة أو من أجهزة استخبارية معادية أو من مراجع دينية مشبوهة مكمن الخطورة والأثر السلبي يأتي من خلال مصادر المعلومة التي ترد إلى هذه التقنيات الحديثة فهي ليست مصادر نقية طاهرة تقية خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى مصادر المعلومات سياسية مغرضة أجهزة استخبارية موجهة مراجع دينية مشبوهة إذن نحن أمام كم هائل من المصادر التي يمكن أن تكون مصادر أعداء بالدرجة الأولى نحن نتحدث إذا تحدثنا كمسلمين نحن نعاني ومستهدفون في الدرجة الأولى من مصادر الأعداء المختلفة من الشرق والغرب وألمحت دكتور لمبيضين إلى أن المجتمعات بحاجة لترسانة الإيمان والوعي والثقافة مصدرها القرآن الكريم وتكون على قدر مقولة المؤمن كيس فطن إضافة إلى بذل الجهود المضاعفة لتجاوز التشكيك في قضايا الدين والعقيدة فقط نحتاج إلى ترسانة الإيمان وترسانة الوعي وترسانة الثقافة ذلك أن هذه الترسانة إذا كانت مؤيدة ومصدرها القرآن الكريم وباعثها الوعي وضرورة الوعي في أن نكون على قدر العبارة التي تقول المؤمن كيس فطن ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين وكم من جحور لدغنا منها وتوقعنا الأكثر وما زلنا نلدغ ونقول لعل في القادم ما هو أفضل تقنيات موجهة لتدمير المجتمعات استغلت قلة الوعي والإدراك لديها فكان الاختراق سهلا ما يعني ضرورة تكثيف العمل على التوعية والتوجيه المستمر للعودة إلى المسار الصحيح والتخلص من التفتت والضياع الذي تعيشه أمتنا في هذا الزمن الصعب